موضوع هذا الفيديو هو طبقات الأرض المختلفة أرسموا مقطعاً عرضياً للأرض لن يكون الشكل قياسياً تماماً ولكنه سيعطيكم فكرة عن سماكة هذه الطبقات هذه هي القشرة الأرضية حيث أن القشرة القارية أسمك من القشرة المحيطية هذه قشرة قارية وهذه قشرة قارية أيضاً وبينهما أرسموا القشرة المحيطية والتي ستكون أقل سمكاً يعتمد سمك القشرة الأرضية على نوعها فلو كنتم عند أحد النقاط الساخنة ستجدون أن القشرة أقل سماكة ولكن بشكل عام تتراوح سماكة القشرة الأرضية بين ثلاثين وستين كيلومتر لو كنتم على أحد القارات وحفرتم حفرة بعمق عشرين كيلومتر فلن تصلوا إلى نهاية القشرة الأرضية بعد ولكن إن حفرتم حفرة بعمق مئة كيلومتر فستصلون إلى الوشاح ولا تنسوا أن تصنيف طبقات الأرض إلى القشرة والوشاح واللب هو تصنيف كيميائي أي أنه يعتمد على مكونات هذه الطبقات حيث أن العناصر المكونة للقشرة تختلف عن تلك المكونة للوشاح بالحديث عن الوشاح فسماكة الوشاح تتراوح بين ألفين وتسعمائة كيلومتر إلى ثلاثة آلاف كيلومتر هذه الرسمة ليست قياسية فسماكة القشرة ليست بهذا الحجم نسبة إلى الوشاح ينقسم الوشاح إلى الوشاح العلوي والوشاح السفلي سماكة الوشاح العلوي هي سبعمائة كيلومتر هذا هو الوشاح العلوي وهذا هو الوشاح السفلي درجة حرارة الجزء العلوي من الوشاح العلوي منخفضة بما يكفي لجعله صلبا حيث لم تصل الحرارة الدرجة الكافية لانصهار الصخور تشكل كل من القشرة والجزء العلوي من الوشاح العلوي الغلاف الصخري وعند الحديث عن طبقة الغلاف الصخري فالمقصود هو الحالة الفيزيائية للمواد أي إن كانت صلبة أو سائلة ترتفع درجة الحرارة تحت الغلاف الصخري بما يكفي لتصبح الصخور في حالة لدونة أو شبيهة بالماغمة تسمى هذه الطبقة الغلاف الموري من المهم أن تفهموا أن المواد في هذه الطبقة ليست في الحالة السائلة كالماء مثلا بل هي مائعة ولزجة وانسيابها بطيء جدا ولكنها أقل لزوجة من الماغمة العادية الحرارة في الوشاح العلوي عالية بما يكفي لصهر الصخور والضغط منخفض بما يكفي ليتيح لها الحركة الجزء الأخير من الوشاح هو الوشاح السفلي وتكون فيه الحرارة عالية جدا حيث أن الصخور منصهرة ولكن الضغط هنا أعلى لذا تكون أكثف من الصخور في الوشاح العلوي وسبب زيادة الضغط هو كمية الصخور الكبيرة التي تقع فوقها تذكروا أن الجاذبية تسحب كل شيء إلى الأسفل وأن كل جزء يدفع الجزء الآخر إلى الأسفل مسبباً ضغطاً شديداً بعد ذلك تصلون إلى لب الأرض ينقسم اللب إلى جزئين اللب الخارجي واللب الداخلي سماكة اللب الخارجي هي 2300 كم تقريباً أما اللب الداخلي فسمكته تصل إلى 1200 كم ويمثل اللب الداخلي مركز الأرض يتكون اللب الداخلي والخارجي من الحديد والنيكل بشكل أساسي والسبب في ذلك هو أن الأرض عند تشكلها كانت ساخنة جداً وفي حالة سائلة نوعاً ما ولهذا فالعناصر الثقيلة هبطت إلى الأسفل والعناصر الخفيفة صعدت إلى الأعلى كما صعدت المواد الغازية إلى الأعلى حتى خرجت من الأرض وشكلت الغلاف الجوي لهذا عند النظر إلى تكوين الأرض تجدون أن العناصر الثقيلة موجودة في المركز والعناصر الخفيفة تكون الغلاف الجوي لا يوجد فرق في العناصر المكونة لللب الداخلي والخارجي الفرق بينهما يكمن في الحالة الفيزيائية ففي اللب الخارجي يكون الحديد والنيكل في حالة سائلة نسبياً حيث أن لزوجتهما خفيفة مقارنة بالوشاح العلوي ولكن كلما زاد العمق زاد الضغط وحتى مع ازدياد الحرارة لا يسمح الضغط في طبقة اللب الداخلي للذرات بالتحرك بحرية ولا يمكن لها أن تكون سائلة أي أنها تكون في حالة صلبة وبهذا نصل إلى ختام الدرس